بالنسبة ليك كشخص في حياتك يعني الحب ولا الصحة ولا الفلوس الثلاث حاجات دول الصحة رقم واحد فطلعت الصحة 42% الصحة 42% وتاني حاجة طلعت الفلوس 33% والحب في الآخر طلع 25% يعني ترتيب منطقي إلى حد ما إنما لو حد رومانسي هيقولك لا أنا مش معاك ما بقاش بي في حد رومانسي فواخد بالك فزي ما أنا بقولك نمرة واحد طلع إيه زي ما أنت الصحة 42% وتتشيريش بالمال يعني وتاني حاجة الفلوس والفلوس واخده 33% و25% اللي هو النسبة البقية بقى بالنسبة للحب يعني الحب اللي هو كان لما نتكلم سألنا من 10 سنين الكلام ده كان نمرة واحد بيبقى الحب واخد بالك بقى آخر حاجة بقى نمرة 3 فده بيوضح لك إحنا وصلنا لغاية فيه بالك آه طبعا الصحة وعلى فكرة ما كونش بيقولوا يقول صحة الأول كمان خد بالك قبل كده كانوا دايما كلمة الحب هي اللي بتطلع الأول الحب طلع الأخير طب هنا الفئة العمرية دي بنتكلم في سنة كم سنة مع كل اللي نتكلم فوق لا الفئة المستهدفة اللي عملتوا معك فيها يعني بس لو تعملت على فئة أقل يا أصوص محمد ممكن الترتيب ده يختلف لا ما أعتقدش لأنهم لا بالعكس ده ممكن الأرقام دي تزيد بنسبة للحاجات دي لأن الشباب اللي طلع جديد دلوقتي كله ما بيفكرش في الحاجات دي بقى مدي آه طبعا بقى مدي وبقى الموضوع كله ما بيحدش بيفكر في الجواز ولا آخر وما انت فاكرت كلمنا على نسبة العزوف عن الجواز التفعت جدا في مصر فكل الحاجات دي كلها ما بقاش في المشاعر دي أنا عايش بس حاول إيه ما إحنا لو ما عندناش مشاعر هنبقى مش بني قدمين المشاعر موجودة بس مش بقيتش مشاعر رومانسية وليه مش رومانسية لا يعني هو بقى ما في حد بيحيا من غير الحب يعني بقيت مشاعر آه لا الرومانسية دي آه خفت شوية بقيت مشاعر نقدر نقول احترام نقدر نقول عشرة بعدين الحاجات دي بتؤدي إلى إيه الحب ممكن يعني واخد بالك ما هو الحب أصلي عشرة واحترام وشعور متبذل ما بين الطرفين واللي بيحصل لنا لقون دول في المشاكل والجرائم اللي انت بتحصل فيها ده ما هو ده من ضمن الأسباب واخد بالك لفقد الاحترام فقد المشاعر الإنسانية يعني هو الخلاف وارد ما بين أي اتنين في الدنيا وارد آه طبعا ولكن حاجز الاحترام لو اتقصر ما خلاص ما بيرجعش دائم هو خلاص يعني أنا مثلا أهنت اللي قدامي مرة ما فيش منع النات بقى اتنين وثلاثة وعشرة بص يا شهر هو سكتلي مرة برضو الأمر حيتكرر فالاحترام واجب في كل الأحوال احنا مرتبينها لو حاجز الاحترام اتقصر بيخش الإهانة بيخش الإساءة اللفظية بيخش العنف بيخش اللي وصلنانه دلوقتي اللي هو حالات الأتل طب يراك في الكلمة الدرجة اللي يقولك ما فيش كرامة في الحب هل في كده ما فيش كرامة دلوقتي احنا بنتكلم زمان كان الحب كله كرامة واوة الاخر والشخصية أنا عايزك بس تغير المفهوم بتاع زماني معنا أنا من بتوع زماني اه معنا كلنا بموجودين دلوقتي احنا بينا زمان كده بس الوضع تغير لكن لما تيجي تتكلم على بص أول حاجة الصحة تاني حاجة الفلوس ثالث حاجة الحب ما كانش كده من عشر سنين خالص الأقام كانت متغيرة ده بالنسبة للناس بصفة عامة بنسألها يعني سألنا بقى بس هل الحب من غير فلوس بيستمر اه ايه الحب من غير فلوس هيستمر لا طبعا ما هو عشان كده فالترتيب إلى حد ما منطقي اه وعشان كده الفلوس جاي قبل الحب اه واخد بالك كان زمان ومش كنا دايما انا وانت بنكلم نعيش في عشة وكلام ده كلام فاضي عفا عليه زمان ووالى اخره لما جينا سألنا بقى المتجاوزين بقى اللي انت بتقول لي مين دول بالضبط متجاوزين ايه الاهم في الحياة الزوجية اه واخد بالك الحب ولا الاحترام الاحترام واخد 68% اه انا مؤيد مؤيد للنسبة اه وكتا تمنات زيت كمان اه والحب واخد 32% بص وصلنا لغاية فين بقى اه فحتة الاحترام هو ده الكور هو ده الكورنر هو ده الاساس اللي احنا لازم نتكلم فيه وهو ده